رقم اتنين في محاولة اخيرة للتفاوض مع فرجاني ساسي نجم طبعا نادي الزمالك واللي انا قلتلك قبل كده انه هو موقع في نادي بيرامدز بحوالي مليون وستمائة الف دولار الى جانب انه هو عنده عرضين واحد اماراتي واحد من احد الاندية القطرية لكن كل تفكير اللجنة دي انها توفر برضو هي التوفير او الحاجة او الاختصاصات الاساسية اللي بتحاول اللجنة المؤقتة خلال الفترة اللي جاية انها توفرها هو الاسبة المالية اللي بيعاني منها نادي زبالي خلال الفترة اللي جاية لكن انا بقولك ان صعب جدا جدا هو استمرار فرجاني ساسي معنات زمالي وخاصة بعد طبعا انه بدأ يتخذ اجراءات خاصة بمستحقاته القديمة وبدأ من خلال وكيله انه يتم محطبة اللجنة السابقة بالمستحقات المتأخرة علشان بعد كده لما يجي يرفع قضية في الفيفا او في المحكمة الدولية ايما كان يبقى هو بيتخذ الاجراءات الرسمية وده يوريلك انه هو واحد خلاص مش هيجدد في نادي الزمان قد يفضل فرجاني ساسي البقاء في مصر بسبب الضغوط الاسرية اللي عليه وده كان احد الضغوط ولو تفتكروا احنا قلنا لكم الكلام ده اتمن فترة كبيرة كان احد الضغوط على فرجاني ساسي هو الاستمرار في مصر زوجته واولاده مرتاحين جدا في مصر وبالتالي من هنا ممكن يكون في قبول لعرض بيراميدز اللي بحوالي بيصل الى مليون وستمائة الف دولار لكن ايه اللي هيتم هل هو فعلا هنتقل لبيراميدز هل لكن هوم متفق بشكل كبير وموقع لنادي بيراميدز من عدة اشهر على فكرة مش النهاردة ولا مبارح ويمكن انا كنت قلتلكو من فترة كبيرة ان فرجاني ساسي اتفق بشكل مبدئي مع نادي بيراميدز لكن برضو هو عنده عروض وعروض مغرية جدا في قطر وفي الامارات ده اول ملف وهو ملف هيكون صعب شوية بالنسبة للجنة المؤقتة لان في النهاية اللاعب ليه 800 الف يورو طيب تدخل على الازمة التانية مين الازمة التانية داخل نادي الزمالك واللي تكلموا فيها في الاجتماع الودي اللي اتعامل النهاردة هو اشب بن شرقي نجم نادي الزمالك المغربي واللي ليه مستحقات مالية متأخرة ولديه الرغبة في تقديم شكوى ضد نادي الزمالك لفسخ التعاقد والمطالبة مستحقاته المالية اشب بن شرقي عنده عقد مع نادي الزمالك لمدة موسمين لكن بقاله حوالي خمس شهور ما بيقبطش بقاله خمس شهور ما بياخدش فلوسه وبالتالي هنا بيحق ليه ان هو يتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك وهو بيعتزم دوت لكن اللجنة المؤقتة اللي هتتولى المسئولية واللي هيتم بالاعلان عنها من جانب الدكتورة اشب صبح وزير الشباب والرياضة بتحاول برضو محاولة جديدة مع اشب بن شرقي انه ما يقدمش شكوى ضد نادي الزمالك خلال الفترة اللي جاي برضو من ضمن الاتفاقات اللي تمت خلال الجلسة المؤقتة لحين الاعلان الرسمي من جانب وزير الشباب والرياضة عن تولي يعني حسين لبيب رئاسة نادي زمالك خلال الفترة اللي جاية ان في محاولات بقى التمديد العقود مع احمد سيد زيزو مع طرق حامد مع الاسماء اللي ممكن تتم خلال الفترة اللي جاية ده يمكن لأول مرة بيتم الاعلان عن الاسماء اسماء اللجنة المؤقتة اللي هتدير نادي الزمالك وكمان تفاصيل الجلسة اللي تمت ولأول مرة ما حد شعرف ان حازم امام النجم الكبير واحمد رمزي النجم الكبير طبعا اعتذروا عن الانضمام الى اللجنة المؤقتة عندي برضو اخبار تانية خاصة بنادي الزمالك يعني هو الكلام على التواصل مع الامير في الفترة اللي جاية ولا لا في وجود بقى اللجنة الجديدة فيه طبعا كلام وخلي بالك كل ده هيتغير في وجود اللجنة المؤقتة لجنة المؤقتة من ضمن المرشحين من نجوم الكرة هو احسين السيد نجم نادي الزمالك السابق طبعا الكلام على ان هيتم تقليص الاعداد الكبيرة او المناصب الكتير اللي كانت موجودة في نادي الزمالك خلال فترة اللي فاتت ممكن يتم تشكيل لجنة كورة في اقتراح بتعييم مدير كورة ده كانت زمالك في حالة عدم تشكيل لجنة كورة يعني كل الامور ديت بتتم وهتم خلال بقى الجلسة الرسمية بعد الاعلام من جانب الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضة عن اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب